هذا هو حال مدينة الجلفة أوساخ وقاذورات في مختلف الشوارع والسبب يضرب عموال النظافة التابعين لشركة تاصفة لأسباب كثيرة ما يجيش من حسبية عندي تصرد رغم ما كانش ويقول لك المؤسسة عندها مديونية عندها مليار ونصف دير تحقيق المليار ونصف ذوي الراح قال لك العتاد رايز وعطونا المطرية المطرية وحشفو عنده خمس سنين المطرية لا يجيد المؤسسة يتخدم احنا نطلب المؤسسة عند تخطوة خطوة جيدة هؤلاء العموال لم يتقاضوا وجورهم منذ أشهر إضافة إلى مشاكل تتعرض لها المؤسسة من طرف جهات تحاول تحطيمها طلبوا على حقنا عندنا ثلث شهر ثلث شهر دير للرطار فيها في القانون الأساسي المادة 27 تقول باللي إذا كانت الفترة المحاسبية السلبية أو متوقع أنها تكون سلبية البلدية أو المجلس البلدي مطالب باش يعطينا لعانة الموازنة وهذه لي مدراش يضراب عموالي نظافة لهذه الشركة أثر بشكل كبير على محيط المدينة فهم معتادون على تنظيفها لكن اليوم كما تشاهدون هذه اللسخة في كل مذاب ما كانت مذاب ما فيش لسخة من نظافة ما كانت خلاص معدومة وكما ما يدرش شعب البلاد كاملة رهم فيها فيها لسخة من طرف البلاد لطرف بلاد وين تبشي تقريب سخة الشرق نيوز حاولت الاتصال بمدير المؤسسة غير أننا لم نتمكن من ذلك ليبقى هؤلاء العمال ضحية السراعات والمواطن يدفع هذه الفاتورة